صباح الخير صباح النور كيف صارت إيدك؟ منيحة منيحة لا تأكلهم يا رفيف أنا أجيت لحتى أحكي معك شو الموضوع خير؟ بصراحة ماني حابب أحضر هاي الحفلة شو هالحاك اللي عم تحكي جان؟ أكتر اللي مدعوين جاين كرمع لك والحفلة بتنجح بوجودك مالي خلق ابنوبة لو سمحتي حاولي تفهميني إلي شو الموضوع جان؟ ليش داعي مم مزعوج؟ ماني مزعوج رفيف بس داعي أخلي إلي؟ انت ندمان شي؟ والله أنا عم حاول أني خير شبكي شو عم بيوجعي؟ تركني بحالي جان طيب طيب أهدي وروقي شوي لا تعصبي تعالي عدي تسطحي تسطحي وارتاحي شوي رفيف يلا مدي رجليكي رح أتصل بالدكتور لحتى يجي إيه؟ لا لا تحكي معه كل الأصل لما بعصب بنوجع وبس أهدى بيروح ببقى بخبره إذا ما تحسنت رفيف أنا بعتذر بس حاسس حالي هالفترة كتير مضغوط وهذا الشي عم بأثر على نفسيتي عن جد بعتذر منك جان كل اللي بدي يقني يكون مبسوطة معك أنا وإنت وإبننا كل آياتنا لازم نعيش حياتنا بسلام بس إذا بدك تضلت عاملني هيك وتعصبني ما رح أشوفه للولد رفيف خانو ما لازم أن تتوتر أو تعصب من أي شيء ولأي سبب كان والأهم من كل هذا في شيء لازم تعرفه إذا صار عنا خطورة على الجنين ممكن نخسر الأم والجنين لحيك لازم تنتبه عليهم كتير منيها معك حال حاس حالك أحسن من اليوم ورايح كل شي رح يكون متل ما بدك رفيف لا تاكليهم يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإختارات لتكون أول من يشاهدها اشتركوا في القناة